في إطار متابعاته لموضوع فتح المساجد والعودة التدريجية للعبادات الجماعية وفقاً للمستجدات واستناداً إلى قرار المجلس السابق بفتح المساجد وعودة العبادات الجماعية والتجمعات الدينية بالتدرج مع الأخذ بالأسباب وجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة ارتأى المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في جلسته الاعتيادية التي عقدت يوم الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر 2020 بالموافقة على الاستمرار بالتدرج في فتح المساجد وذلك بفتحها لصلاة الظهر على أن يؤخذ رأي الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا لتصبح المساجد مفتوحة لصلاتي الفجر والظهر حيث أن الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا قد رأى الأخذ بذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق الأول من نوفمبر 2020 وفقاً للضوابط والإجراءات اللازمة فقد وجه المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية الجهات المختصة إلى العمل بموجب ذلك لتكون المساجد مفتوحة بمشيئة الله تعالى لصلاتي الفجر والظهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر